في شوية دروس كده اتعلمتهم خلال فترة العشرينات في دروس كانت قصية وفي دروس كانت لذيذة الصراحة قررت ايجي احتفل معاكوا بعيد ميلادي التلاتين عيد ميلادي كبين تسعة ايام وحستيت ان انا محتاجة تكلم قوي عن فترة العشرينات من حياتي الحمد لله انا متحمسة قوي للتلاتينات يارب بتكون فترة جميلة واسنين جاية حلوة بس لاني دايما بتحمس للبدايات فحزا متحمسة قوي للتلاتين بس قبل ما اتكلم عن النوية اعمله في اللي جاي حابة قوي اقول لكم الدروس اللي تعلمتها في عشريناتي واللي سواء حتى لو انت في عشريناتك او تلاتيناتك او حتى اربعيناتك it's never too late انك تنتبهل الدروس دي وتحاولي انك تحسيني من حياتك تعالوا اقول لكم اهي دروس المهم ان انا استغليت عيد ميلادي عشان ابدأ معاكم اول فيديو من سلسلة Life Changing Coffee Life Changing Coffee هو اياتي بقى فيديوهات بنتكلم فيه عن حاجات كتير بنشرب قهوة مع بعض بس مش قهوة عادية بدي قهوة هتغير حياتنا للاحسن فبليس كيف واطشك نشرب قهوة مش عارفة لي متوطرة مع اني يعني نشعارفة لي متوطرة تعالوا اقول لكم ايه النصايح او ايه الحاجات الدروس اللي انا اتعلمتها خلال رحلتي في العشرينات واللي اتمنى ان كل حد يستفيد من الريدي ده يعني دلوقتي مش مهم انت في سن كام ولا عمرك كام المهم ان انت تستفيد دلوقتي من الدروس اللي انا اتعلمتها دي اول درس اتعلمته هو متضيعيش وقتك متضيعيش وقتك في ليه ليه حصل كده ليه بيحصل لي كده ليه فلان عمل معايا كده ليه قالتلي الكلمة الكذا ليه 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 زمان كنت كذا ليه اصلا انا تعبانة بالشكل ده متضيعيش وقتك في كلمة ليه وعلى فكرة اما كنت بروح ساعات لثيربوس بتاعتي كانت بتقولي الجملة دي انا بروح اتكلم فهي تقولي خلاص انا عايزة في اللي جاي فانا كنت احس انه هي ما عندهاش رحمة في قلبها دي ولا اي طلعت عندها اكتشفت ده بعد سنين الحقيقة لو كنت ركزت ساعتها كنت فهمت اكتشفت ان احنا كلنا بنميل اكتر ان احنا نلاقي اسباب تبرر افعالنا تبرر ان احنا مش عايشين الحياة اللي احنا عايزينها اشخاص نسقط عليها تعاستنا المهم ان احنا بندور على اسباب تخلي الناس تشفك علينا وتقولنا عندك حق تحسي كده عندك حق تعملي كده ولكن الدرس اللي انا تعلمته ان بجد مش مهم ابدا حصل ليه ولا بسبب بين المهم ان هو دلوقتي حصل لي انا حاسة بيه ومتعرضاله ازاي بقى اغيره وتعامل معاه هو دلوقتي بقى في ملعبي مسئوليتي انا فدوري انا دلوقتي ان انا احل الازمة دي واحل المشكلة دي مش مهم ابدا حصلت ليه يعني من الاخر ما تضيعيش وقتك في ليه لو رجع بيه الزمن وانا بعلم نفسي دلوقتي بس يمكن من بدري اكتر كان هتبقى اسهل لو اعلم نفسي الاستمرارية اني اكون ملتزمة لما ما يكونش فيه رقابة علي اكون ملتزمة تجاه نفسي ولما ما كونش قدرة التزم تجاه نفسي لازم افهم حاجة مهمة اوي هو انا فعلا بحب بنفسي هو انا فعلا عارفة نفسي كفاية هو انا عارفة قيمي في الحياة ولا لأ لان غالما هيبقى السر في التلاتة دول لو انا مش عارفة نفسي مش عارفة قيمي مش بحب نفسي اكيد مش هستمر في اي حاجة تطلعني لقدام وتخليني احسن برجل مني لكن لو قدرت افهم المعنى من كل حاجة انا عايز اعملها وقدرت افهم شخصيتي كفاية وافهم الطريقة اللي بحب اشتغل بيها وانجز بيها ساعتها اكيد هقدر ان انا كون مستمرة فانا رايي دربي نفسك على الاستمرارية من زمان مش لازم يبقى في مدير او حد فوق دماغك ولا بابا ولا ماما ولا اي حد عشان تستمري علمي نفسك الاستمرارية قبل ما تجبري عليها الجواز مش وحش ابدا بس هيبقى وحش لو انت جهلة قوي عن نفسك جهلة عن نفسك يعني متعرفيش اي حاجة عن نفسك يعني اختارتي في سن صغير قوي او حبيتي في سن صغير قوي في حاجات بتنجح بس انا بكلمكو عن رول العامة بس انسان عندها 15 سنة هي لسه متكونش عندها شخصية كفاية نطجة مكتملة هي ملحقتش تعرف حاجة عن نفسها فبتتكون فكرتها من خلال الشخص اللي هي هترتبط بيه فهنا يا اما تمام هتمشي ومش هيبقى فيه مشاكل وهيبقى منحظها الحلو يا اما لما هي بقى هتندق وتبدأ تفهم هي حبة اي مش هتلاقيه نافع مع الشخص يعني اختارته الشريك لها فبالتالي هتعيش حياة عيسة وتتهمي الجواز النوحش عشان كده متتجوزيش غير وانت عارفة نفسك عارفة اولوياتك عارفة عايزة حياتك تبقى ماشية ازاي عارفة هدفك من علاقتك ايه عارفة نفسك اوي 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 عشان تعرفي تختاري شخص مناسب ليكي وتكملي في حياة كمان مريحة وبمناسبة الجواز احب اقولك الدرس اللي اتعلمته بعد كده الامومة مش بتعطلك لحد وقتنا هذا بنفضل نشتكي ان احنا متعطلين بسبب الامومة بس الحقيقة اللي انا عارفاها وانتو عارفينها وساعت بنستهبل ان بجد هي الامومة مش بتعطلك مرات كتير اوي كتبقى متغير ان بنتي معطلاني ان انا اعمل حاجة معينة وباخد الوقت الكافي الوحدي وساعتها بتصدم بالواقع لان بكون انا ونفسي بس انا وافكاري بس فبعرف ان بنتي وامومتي ما كانش لها اي علاقة الموضوع كله هنا يا اما افكار منعاني يا اما خوف من الفشل يا اما كسل يا اما اصلا جهل للمعنى انا مش فهمة انا عايزة اعمل الحاجة دي ليه فبعمل ايه بعمل اسقاط على الامومة ان هي السبب وهي اللي مخلياني ده او احيانا كتير خايفة اعبر عن رغباتي في الدلع انا بحب اتدلع وانتخ انا اصلا مش عايزة اعمل حاجة فبتلكج بالامومة ان هي معطلاني اعمل الحاجة دي اعتقادا مني ان الناس هتحترمني لو انا بعمل حاجات كتير او بشتغل او ما بشتغلش او whatever ايه الاعتقاد اللي في دماغي المهم ان الدرس اللي تعلمته ان الامومة مش بتعطالك مش الامومة بس هوا بجد مفيش حاجة بتعطالك مفيش حاجة ممكن تحبسك وتعوجك غير افكارك ايوة ممكن تقابلي ناس صادمة بشكل كبير ناس تصدمك اصحاب اهل ارايب فيه ناس كتير اوي في حياتك ممكن تصدمك بس ده احنا مش بنعيط ومش بنتقهر اينا عم درجة الارابة بتفرق في حزننا بس تصدقيني لو توقعتي السيء مش هتزعلي ساعات كتير تعبنا او ارهاقنا هو توقعنا يعني لما تكون عندي صاحبة ادتها كتير قوي فتوقعت منها كتير قوي فهي مدتهنيش فتقهرت وحسيت ان هي وحشة الحقيقة هي مش وحشة هي كانت اولوياتها في الفترة دي مش انتي انتي حطتيها هي اولوية it's up to you مش معنى انتي حطتيها اولوية ان هي كمان تحطك اولوية نفس الموضوع في كل العلاقات الناس قد تكون صادمة قد تكون تعبانة نفسيا فيه اللي اكتشف وبيتعالج فيه اللي ما اكتشفش وبيأذي نشفق عليه في النهاية ان احنا بنعدي بعلاقات كويسة ومش كويسة بنبدأ نعمل كده نظرة من فوق يعني على علاقتنا العلاقة المفيدة لي اقربها مني من دايرتي والعلاقة اللي بتاخد منطقتي ممكنة بعدها شوية يعني من الاخر يا جماعة ما تتصدوا مش في تصرفات الناس بل بالعكس توقعها سيئ لانه احنا بشر احنا مش ملايكة والانسان اللي بيغلط مش شرط يكون انسان وحش فيه ناس بتغلط عشان هي تعرضت لحاجات صعبة خلتها تتصرف التصرف دا تغير الغيرة دي تأذي القذى دا او تقول الكلمة اللي تزعل دي مش مقبول ان انتي تقبليها ولكن ما تتحرقيش قوي لو بدلتي احساس الحرقة بالشفقة هترتاحي قوي ودي مش مثالية دا عشان راح يتقلبك فيه فرق كبير قوي ما بين انا عندي تموح وانا بضغط وبجلد نفسي وما بين التحديات ففرق ايه استخدميها بالطريقة دي خلي عندك تموح امشي فيها بتحديات مع نفسك واوعي تتغطي على نفسك ابدا وساعتها هتبقي واصلة لمعادلة حلوة قوي من التوازن مورفع عقلك ايه وقت وقفي تتعلمي عن اي مجال حسنك عايز تتعلمي عنه تحت بند اصل انا خلاص ما انا بشتغل في الكارير الفلاني ايه لي خليني اروح اتعلم عن الكارير الفلاني او انا خلاص انا درسة انجليش ليه اروح اتعلم فرنش اي حاجة حسن ان انت عايز اتعرفيها اكتر وتتعلميها اكتر اتعلميها حتى لو مش هتستخدميها في حاجة معينة دلوقتي في حياتك اطلاعك وان انت دايما تستثمري في عقلك بجد بيفرق جدا 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 في قدراتك وفي مهاراتك ومش بس كده ثقتك في نفسك كل ما بتحس ان انت مطلعة اكتر بتقري اكتر بتتعلمي اكتر بتتثمري في نفسك دايما ده بيزود حبك لنفسك وكمان بيزود ثقتك في نفسك بشكل كبير فاعملي كده بجد الاطلاع والتعليم حاجة مش مفروض نوقفها ابدا في حياتنا فيش حاجة اسمها نجبرت او صغرت او ايا ان كان طول ما احنا عايشين بجد مهم ان احنا نتعلم ونتطلع الحياة مش كلها انجازات الحياة مش كلها جري ورا انجازات او فلوس او نجاح او اي حاجة من الحاجات دي حاولي تكوني كويند مع نفسك شوية حاولي تكوني طيبة مع نفسك شوية كمان الرفاهية والمتعة مهمة لان ساعيك ورا الانجاز دايما وانك تنجزي حاجة وسأله مجرب هيضيع منك لحظات بجد حلوة مستمتعتيش بيها لانك تمركزة تنجزيها ساعيك للانجاز ممكن يوترك يعصابك ويضيع منك اللحظة الحلوة مش في ده بس في حاجات تانية كتير قوي في الحياة في جماعة زي ما الانجاز مهم المتعة في حياتنا مهمة فلو عايز اتحققي توازن كويس الى حد ما اسعي ان يومك وحياتك يبقى مكسما بين حاجات محتاجة اتقان وحاجات محتاجة متعة حاجات بتسبب لي السعادة كمان حزينة شوية يمكن درسي تعلمته انه مفيش حد معايا طول الوقت فانا مش المفروض في لحظة لو انا الواحدي دلوقتي اقع المفروض اسأل نفسي هو انا دلوقتي لو لوحدي في ارض فضية هعرف قاعد وتصرف وتحرك ولا هبقى محتاجة شخص او عيلة او فلان كلنا بنتمنى علتنا واهلنا يفضلوا جنبنا بس الدرس السيء اللي تعلمته انه ممكن في ثانية نفقد اشخاص بنحبها ممكن في ثانية نفقد ذكريات بنحبها ممكن في ثانية نفقد كل حاجة كنا متعلقين بيها مش المفروض نقع المفروض نحزن ونزعل اكيد ونتقهر وكل حاجة بس المفروض نبقى معلمين نفسنا او متجهزين نفسنا ان احنا هنعيش لان طور ما احنا مجبرين نعيش لان احنا لدينا ثانية نعيش ينعيش كويس ينعيش كويس لان احنا لدينا ثانية نعيش اخر درس بقى واللي احب اقوله لكم واختم به فيديو عيد ميلادي التلاتين الجميل ده كان يسوع معايا كيك بس او عيد ميلادي لسا تسعة ايام بصراحة بس احتفل معاك وبي برضو اخر درس وحب اقوله هي جملتي الشهيرة قوي it's never too late الوقت ليس متأخرا متأخرا الوقت بس متأخر ابدا على انك تعملي اي حاجة تاخدي اي ستيب او حتى تحسني من حياتك مهما كان عمرك تقدري تحسني من حياتك تثقي في نفسك تحقق اي اهدافك وكمان تتعلمي اكتر عن نفسك وده اللي هدير رقوف تقدر تقدمه لك تقدروا دلوقت يا جماعة تشتركوا معايا في بروجرام انا لسا عاملا اسمه توليد الرغبة في التحرك البرنامج ده من خلال sex sessions هيساعدك ان انتي تعرفي نفسك اكتر تقيمي علاقاتك تتخلصي من العلاقات التوكسك وكمان ترتبي العلاقات الجيدة بتاعتك وهتعرفي كمان يعني ايه اهداف ويعني ايه هدف احققه مش بس كده هخليكي تعرفي اكتر عن قيمك في الحياة ومش بس كده لما هيخلص sessions دي او الشهر ونص دول هتبقي قادرة على انك تعرفي انتي عايز ايه من نفسك عايز ايه من حياتك وهتقدري تبقي مسيطرة كمان على الافقار اللي بتعطلك وهتقدري تعاملي بلان لثلاث شهور بس بلان بجد فيها حركة وفيها انجازات فلو حابين تشتركوا تقدر تشتركوا دلوقتي للأسف هتبقى متجددة كل شهر ونص انا دلوقتي امت اشخاص بس هم اللي هشتغل معاهم البرنامج فتقدروا ان انتوا من اللينك تحت تحجزوا البرنامج بتاعكم وحبقى مبسوطة اوي 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 ان انا اقابلكو ونغير حياتنا ونعرف اكتر عن نفسنا نحبكو اوي 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 وكل سنة وانا طيبة باي